موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي في درس جديد من دروس مادة التربية الأسرية في هذه الدقائق سنتحدث عن الاختيار السليم للأغذية وبالتبط عن المنتوجات الغذائية المصنعة تتعدد المنتوجات الغذائية المصنعة وتتنوع إلى درجة أننا نحتار عند الرغبة في اقتنائها وشرائها فنتسأل كيف يمكننا أن نختار فيما بينها يترى؟ لماذا يجب أن نشتري هذا المنتوج ولا نشتري الآخر؟ لإزالة هذه الحيرة نحتاج إلى الرجوع إلى ما يسمى بالبطاقة الغذائية أي لفيفة المنتوج هيا بنا أعزائي لنتعرف على هذه اللفيفة ونتعرف على مكوناتها فما هي لفيفة المنتوجات الغذائية؟ وما هي مكونات هذه اللفيفة؟ إن لفيفة المنتوجات هي ورقة إجبارية متصلة بشكل ثابت بكل علب المواد الغذائية المصنعة تهدف إلى إعلام المستهلك حول الخصائص الغذائية لمنتوج الماء وتضم لفيفة المنتوجات مجموعة من المعلومات والبيانات التي قد تكون على شكل رموز أو إشارات أو علامات أو رسوم وصور وغيرها ومن هنا تأتي أهمية الاختيار السليم للأغذية المصنعة وذلك من خلال تعرفنا على مكونات اللفيفة الغذائية وعلى معلومات عنوانتها فما هي إذن معلومات لفيفة المنتوجات الغذائية المصنعة؟ تتكون كل لفيفة غذائية من مجموعة معلومات أهمها ما يلي الاسم التجاري أي اسم المنتوج اسم البلد الذي تم فيه التصنيع الوزن أو الحجم اسم وعنوان المصنع والمستورد رمز العلامة المسجلة التي تدل على أن المنتوج معترف به من طرف المصالح المختصة وأن الملكية التجارية والصناعية محفوظة لهذا المنتج رمز العلامة التجارية وهي علامة ضمان جودة المنتوج وتوافقه مع الشروط والمعايير التي تحددها المصالح المختصة وتتكون اللفيفة كذلك من تاريخ إنتاج المعلب وأيضا تاريخ انتهاء الصلاحية كما تحتوي اللفيفة الغذائية على الرمز العالمي لكوتباغ وهو شفرة مكونة من خطوط سوداء بجانب بعضها البعض مسجل في أسفلها أرقام تحدد البلد المصنع المنتج الموزع رمز المنتوج ثم رمز المراقبة فالرمز العالمي يفيد بالخصوص في تسهيل عملية البيع للزبائن بحيث يسجل سعر المنتوج بشكل أوطماتيكي عند تمرير هذا الرمز فوق شاشة تسجيل السعر والآن سنتعرف على المعلومة العاشرة والأخيرة ضمن معلومات لفيفة المنتوجات الغذائية المصنعة وهي لائحة المكونات فقراءتها أساسية مهمة عند اختيارنا لأي منتوج غذائي لائحة المكونات هي قائمة تتضمن كل المحتويات الأساسية للمنتوج وعادة ما تكتب بشكل مرتب ترتيبا تنازليا من الأكثر إلى الأقل وتحدد في لائحة المكونات كل المضافات الغذائية أي المواد التانوية التي تضاف إلى الأغذية سواء منها المواد الملونة أو المواد الحافظة أو مضادات الأكسدة أو مضادات أخرى ويشار إلى هذه المواد برمز أ متبوعا برقم يدل على نوع المضاف الغذائي إلى هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام فقراتنا لهذا اليوم وقد تعرفنا على لفيفة المنتوجات الغذائية وعلى أهم عشر معلومات متواجدة بها أشكركم أعزائي على حسن الاستماع والمتابعة أتمنى لكم كامل التوفيق وإلى لقاء قادم في فقرة جديدة من دروس مادة التربية الأسرية إلى اللقاء اشتركوا في القناة